رغم أعداد القتلى التجربة علمتنا التاريخ علمنا أكتوبر علمنا كلما زاد عدد القتلى والمصابين والمختطفين والتنكيل والتخوين واتهامات العمالة للخارج كلما زاد المتظاهرون إصرارا فالانسحاب التيار الصدري سيؤثر للقتل سيؤثر للمماطلة ستؤثر المتظاهرون باقون في الشوارع وسيحققون ما يريدون شاء من شاء وأبى من أبى المتظاهر السلمي الحق له كل الحق في التعبير عن نفسه ومن يذهب لقمعه وإيذائه والتعدي عليه فهو ليس بإنسان فهو ليس بإنسان إطلاقا إنما من يدعي التظاهر ويرتدي ثوب التظاهر ويحرق الإطارات ويقطع الشوارع ويتهجم على المصارف ويغلق الدوائر ويغلق المدارس يعني يردون يوصلون لنا أن نصير شعب أمي يعني أهداف حقيقة أهداف تخريبية من يحدث الفوضى بالبلاد يجب أن يقمع من يحدث التخريب في البلاد يجب أن يأخذ جزاها ونصيبة وإلا في هذه الحالة تعم الفوضى وتكون ما في دولة هي أصلا وين الدولة دكتور عادل وين الدولة تتحدث عن الأميين هل تعرف كم أمي في العراق أحد عشر مليون وثمانمائة ألف أمي في ظل هذا النظام الديمقراطي المدارس غرقانة بالطين والمي والفيضان وين المدارس هذا التساؤل في جانب الدولة أنه هناك أداء سياسيا فيه من القصور ما فيه هناك من الفساد قد حال دون بناء العراق هذه نقطة لا يختلف عليها اثنين بالعراق انتهينا ولكن كيفية انتزاع الحقوق في النظم الديمقراطية ما تأتي بإحداث الفوضى أنا كنت أتمنى وأنا قلت مرارا وتكرارا قلت أتمنى من ساحات التظاهر إذا فيها عناوين مثقفة كما تدعي بها محامي وبها معلم وبها استاذ جامعي وبها طبيب وبها مهندس وهو إلى آخر كنت أتمنى أن تنتج مثلا مشروع قانون انتخابي كنت أتمنى أن تنتج مشروعا لتعديل دستوري قدمت كل ما تقول عنه دكتور عادل المانع قدمت مشاريع لقانون الانتخابات ومشروع للمفوضية دكتور حميد الكفائي لماذا لا تقدم كما يتساءل الدكتور عادل المانع هذه التظاهرات ما يثبت أهليتها وما يثبت قدرتها على المواصلة التظاهرات قدمت الكثير وسوف تقدم المتظاهرون أبناء الشعب العراقي محتجون على الفساد وعلى جرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي يجب أن لا نتوقع من المتظاهرين أن يقدموا مشاريع قوانين هذه القضية يطلع بها المختصون وقد فعلا فعل قام الكثير من المختصين بتقديم البدائل وتقديم مشاريع قوانين المحتجون فيهم بالتأكيد كل الطاقات العراقية والكفاءات وقد برزت الكثير من القادة الذين يمكنهم أن يقودوا العراق سواء في الناصرية أو البصرة أو بغداد المتظاهرون يكفي أنهم قدموا أنفسهم وهم متظاهرون سلميون بالمناسبة الأقعاد المانع يقول من الذي قتل؟ من الذي يقتل الآن؟ هل هو المتظاهر أم غير؟ ليقتل الآن جوكرية السفارة الأمريكية الدفع الأمريكي الأموال السياسية هذا المنطق يراد لنا أن نصدق هذا الكلام غير المنطقي وغير المعقول لا تصبوا النار على الزيت نحن نقض مع الشعب العراقي المتظاهر العراقي يقتل ويقدم نفسه وحية أما المجلومون من أتباع الأحزاب الدينية الفاشلة الفاسدة هم الذين يقتلون المتظاهرين دكتور عادل المانع دكتور عادل المانع ليس عيبا أن نعيش في الخارج ولسنا مترفين ولكن الجميع قلبه على العراق ونتمنى السلامة للجميع شكرا جزيلا لجميع ضيوفي المترف الذي يدفع به تجاه باطل وليس حي ترجمة نانسي قنقر